شيرينة عبدالوهاب تحسم الجدل وتكشف حقيقة عودتها لحسام حبيب أظهرت الفنانة شيرينة عبدالوهاب بيانا أكدت فيه عدم صحة الأخبار المتدولة في شأن حياتها الشخصية وقال التجريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتدولة في شأن حياتها الشخصية وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية وتهيب جمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني وانتشر عبر مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية خبر عودة النجمة الشيرينة عبدالوهاب لزوجها السابق المطرب حسام حبيب وهو الخبر الذي شغل قطاعا عنيدا من جمهور نجمة الجناء ومتابعيها اليوم السابع تواصل مع عدد من المقربين للسناء الشيرينة عبدالوهاب وحسام حبيب وأكدوا أن هذا الخبر عاري تماما من الصحة ولم تصل أي معلومات إليهم تفيد بحقيقته وبالتواصل مع النجمة الشيرينة عبدالوهاب أغلقت هاتفها المحمول تماما وهو نفس الوضع بالنسبة للمطرب حسام حبيب وتبين أن السبب في انتشار هذا الخبر منطج فني أرسل بيانا صحفيا لعدد كبير من المواقع الإخبارية جاء فيه الآتي على هامش حضوره في أحد المناسبات الفنية بالقاهرة وردا على سؤال عن تواجده مؤخرا إلى جانب الفنانة الشيرينة عبدالوهاب وهل يعمل كمدير أعمالها أوضح المنتج أنه لم يتولى يوما إدارة أعمال النجمة الشيرينة عبدالوهاب التي يعتبرها أحد أبرز النجمات بالوطن العربي هو بالتالي يبارك لها ولزوجها حسام حبيب المصالحة بينهما وصفا إياهما بالصديقين الذين يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام وانتشر الخبر الذي يؤكد أن منظم الحافلات يوسف دندش منظم الحافلات المقرب من شيرينة عبدالوهاب عودتها لعسمة زوجها المطرب حسام حبيب لفتن إلى أنه حاول الاتصال بها ووجد حبيب هو الذي يرد على هاتفها دندش أرد توضيح حقيقة الأنباء المنتشرة حول تكليفه بإدارة أعمال شيرينة عبدالوهاب بعد ظهور المتقرر برفقتها في الأونة الأخيرة وقال في تصريحات صحفية أنه لم يكن يوما مديرا لأعمال الفنان شيرينة عبدالوهاب وما يربطهما هو صداقة واحترام متبادل وتبع دندش أن الفنان شيرينة عبدالوهاب قد عادت منذ أيام لتلكها الفنان حسام حبيب مضيفا أنه حاول التواصل معها منذ أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي يرد على هاتفها بنفس التوقيت أعلنت الألمية بسمة وهبة عودة الفنانة شيرينة عبدالوهاب لزوجها حسام حبيب بعد شهرين من أعلن انفصالهم عن بعضهم البعض وكتبت بسمة وهبة تعليقا على صورة للسناء شيرين وحسام نشرتها عبر حسابها عن انتجرام كنت متأكدة أنها زوباية فنجان وكنت متأكدة أن الاتنين بيعشقوا بعض وكانت خابرة الفلك سارة حسين اتوقعت عودة شيرينة عبدالوهاب لعسم طالقها حسام حبيب في عام 2022 وأنها ستتعرض لانتقادات عاصفة من جمهورها قد تطفعها للتفكير في الإبتعاد تماما عن الوسطة الفنانة بالكده خلص فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو يكون عجبكم لأول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد لفيديو عجبكم لايك وكومنت وشيل منتظرة تعليقاتكم على الخبر أسفل الفيديو